بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس رح ندرس رح نكمل درستنا لأنواع البيانات العددية في الجافة المختلفة ونشوف بعض الأشياء المهمة في كيفية الفرقات بين الأنواع هذه وكيفية التحويل من نوع إلى آخر لكن خلي أول شيء يبدأ بالمثال هذا وللخبط كثير من الطلاب عندي في بداية الشيء اسمه لما ندرس الموضوع هذا الطالب يجي يقول هذا الآن العدد هو عبارة عن تريليون اللي هو فيه 12 صفر والجافة اللونغ المفروض أنه ياخذ سعته تسمح بالعدد تريليون زين اللونغ يسمح بعدد كبير جداً أكبر من التريليون فليش وش المشكلة هنا عندنا؟ مضبوط؟ خلنا نتبع البرنامج هذا في الذاكرة ونشوف وش المشكلة اللي حصلت في هذا البرنامج وليش الخطأ اللي موجود هنا؟ أنا بخلي هذه على جنب هنا وراح نجي هنا نشوف الذاكرة حقت البرنامج هذه الذاكرة حقت البرنامج البرنامج لما يجي هنا أو أول شي جاء طبعاً جاء ينفذ الجزء هذا فجاء حجز لي variable اسمه x من نوع لونغ خلنا أكبر شوي المكان يعني عسى أنه أكبر من الانت مضبوط هذا الvariable x جاهز لونغ ممكن يتحمل عدد زي العدد اللي قدامنا هذا أو حتى أكبر بعد الآن لما جاء الكمبيوتر يجي ياخذ العدد هذا اللي علمين حتى يحطه فيه لونغ قال لك الآن لا قال لك أوكي لونغ صحيح أنه يتحمل لكن العدد هذا أو أن نسميه الليترال نفسه مضبوط الليترال هذا من نوع انتجر والانتجر غير مسموح فيه أنه يتعدى الاثنين مليار وشوي زي ما قلنا قبل بين ناقص ثنين مليار وشوي إلى ثنين مليار وشوي ما هو مسموح للانتجر أنه يطلع بين براء العددين هذولي مضبوط هذا الآن نسميه انتجر ليترال أو عدد انتجر وليس متغير المتغير اللي عندنا هو لونغ لكن الكمبيوتر جايس لدى القيمة هذه لللونغ فقال لك القيمة هذه كليترال كعدد مضبوط هي انتجر وغير مسموح أننا نضع انتجر بالحجم هذا هذه هي المشكلة الموجودة يمكننا الحين ما تضحت مرة خلوه ريك الحل عشان تفهم بالضبط يعني وش المشكلة بكل بساطة أنت تحتاج أنك تقول للكمبيوتر تقول هذا العدد هو عدد لونغ فتحط هنا L حرف L أو small أو تحط حرف L كابتل تمام؟ مجرد انك حطيت الحرف هذا على طول الكمبيوتر قالوا أوكي أنت تبغى العدد هذا يصير لونغ زين؟ أنت تبغى العدد هذا يصير لونغ خلاص ما عندي مشكلة لونغ يتحمل تيرليون مضبوط فيجي الكمبيوتر لو كتبنا الشي هذا وجينا ننفذ العملية رح يجي الكمبيوتر ياخذ وفرض أننا حطينا L هنا جنب الصفر الأخير حطينا L فييجي الكمبيوتر ياخذ العدد هذا يحطه هنا يخزنه في الذاكرة فيطلع عندنا تيرليون هنا بـ 12 صفر تمام؟ يمكن هذا شي غريب شوي عليك لكن هذا هذه قواعد الجافة في بعض الأشياء صعبة أشرح لك الآن ليش تصير لكن لابد أنك على الأقل تحفظها التعامل معها فيما بعد إن شاء الله رح تفهم الأشياء هذه لما تتقدم في البرمجة وعلوم الحاسب فإذن خلنا نجي هنا نقول وش أنواع الانتجر لترالز الأعداد مضبوط طبعا أنت لما تكتب أي عدد رح يكون يتعامل مع الكمبيوتر كانتجر زيان لما تكتب مية لما تكتب ألف لما تكتب أي عدد مسموح له يكون انتجر رح تعمل مع الكمبيوتر كانتجر إذا كنت تبغى العدد يكون long مضبوط فإنك لابد أنك تضع حرف L small أو L capital حرف L خلنا نكتب كذا أو أنك تكتب مثلا كذا L بالطريقة هذه أصبح اللترال نفسه أو العدد نفسه عبارة عن long وليس وليس انتجر طبعا البيت والشورت والبيت والشورت ما فيها المشكلة هذه لأن يعني ممكن تكتب عدد انتجر وتحطه في الأصل هو أن يكون العدد انتجر فبالتالي ما عندك مشكلة في كتابة البيت والشورت لابد ان العدد يكون من العدد اللي يتحملها البيت والشورت النفس الشي بالنسبة ل floating point literals زين أو الأعداد اللي فيها floating point حنا قلنا floating point عندنا float وعندنا double عندنا float وعندنا double فبالحالة هذه إذا أنك كتبت عدد مثلا مثلا 1000.0 على طول هذا صار double double literal مضبوط لو كتبت مثلا أي شي لو كتبت واحد اي عشرة مثلا مضبوط رح يصير مباشرة double إذا كنت تبغى يكون float مضبوط حتى يعني شوي تحفظ مساحة فتحط تكتب 1000 F أو capital F وكذلك تستطيع انك تكتب 1000 D أو 1000 capital D للدلالة عن أنه double فالدبل ممكن تحط فاصلة صفر أو تحط D بالطريقة هذه إذا كان float فإنك تحط حرف الف سواء capital أو small بالطريقة هذه يصبح العدد اللي عندك عبارة عن floating point literal وكثيرا